أهلا بكم كعادتي كل أسبوع وخلال لقائه بالحجاج في ساحة القديس بوترس في حضرة الفاتيكان رحب قداسته بجموع الحاضرين من كل أرجاء العالم وخاصة الناطقين باللغة العربية القادمين من الشرق الأوسط وقال أيها الأبو الأقدس يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية وخصوصا الحاضرين في هذه المقابلة العامة أن يعبروا لقداستكم عن مشاعر الاحترام والتقدير البنوي وسيرافقونكم دوما بصلواتهم الحارة إلى الرب من أجل خدمتكم الرسولية كخليفة القديس بوترس في نهاية هذه المقابلة العامة سنرتل معا صلاة الأبانة باللغة اللاتينية بعدها سيمنح قداست الباب البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم وخصوصا للأطفال والمرضى والمتألمين كما سيبارك قداسته أيضا المسابح والصور والصلبان التي بحوزتكم سأتل الآن ملخصا عن تعليم الأب الأقدس أيها الإخوة والأخوات الأعزاء نختتم اليوم سلسلة التعليم حول صلاة الأبانة يمكننا أن نقول إن صلاة المسيحية تولد من شجاعة أن ندعو الله باسم أب لا يتعلق الأمر بمجرد صيغة بقدر ما هو حميمية بنوية أدخلنا فيها بفضل النعمة يسوع هو الذي أظهر لنا الآب ويعطينا هذه الإلفة معه في ليلة الجتسماني صلى يسوع بهذه الطريقة أبا يا أبتي إنك على كل شيء قدير فاصرف عني هذه الكأس ولكن لا ما أنا أشاء بل ما أنت تشاء وسط الظلمات يدعو يسوع الله باسم أبا بثقة بنوية بالرغم من شعوره بالخوف والقلق ويطلب أن تتم مشيئته في إنجيل لوقة يردي يسوع بالكامل طلب التلاميذ الذين وإذ رأوه غالبا ينفرد ويغوص في الصلاة قرروا أن يسأله يوما يا رب علمنا أن نصلي كما علم يحن المعمدان تلاميذه عندها علمهم المعلم أن يصلوا إلى الآب إن أخذنا العهد الجديد بمجمله بعين الاعتبار نرى بودوح أن الرائد الأول لكل صلاة مسيحية هو الروح القدس الذي يهب في قلوب التلاميذ إن الروح القدس يجعلنا قادرين على الصلاة كأبناء لله أي ما نحن عليه حقا بفضل المعمودية إن الروح القدس يجعلنا نصلي على الخطى التي رسمها لنا يسوع لهذا وانطلاقا من هذه النواة يمكن للمسيحي أن يصلي في جميع الحالات يمكنه أن يتبنى جميع صلوات الكتاب المقدس ولسيما المزامير ولكن يمكنه أن يصلي بواسطة عبارات كثيرة قد انبعثت خلال آلاف السنين من قلوب البشر أيها الإخوة والأخوات الأعزاء في نهاية هذا التعليم يمكننا أن نكررى صلوات يسوع أحمدك يا أبتي رب السماء والأرض على أنك أخفيت هذه الأشياء على الحكماء والأذكياء وكشفتها للصغار سركون للمسيح أرحب بالحجاج الناطقين باللغة العربية وخاصة بالقادمين من الشرق الأوسط أيها الإخوة والأخوات الأعزاء أشجعكم على أن تتوجهوا إلى الله كأب يحبنا ويأتي إلى لقائنا لا نتعبن أبدا من التضرع إليه لأنه كأب صالح يأتي ليشفي جراحنا ويعيد إلينا فرح أن نكون أبناءه ليبارككم الرب